عماد في آخر خمس مباراة للنادي الأهلي مونيا مرماء بأربع عهداء فهنادي نسبة كبيرة لما يتعود عليها الفريق النادي الأهلي في الفضلات السابقة لا ما أنت بتحسب مين المنافس هي الفكرة كلها أنت المنافسين بتكلم مع دورة أبطال أفريقيا أو بتكلم مع الدورة دورة أبطال أفريقيا مع الدورة المنافسة كانت صعبة جداً مباراة المريخ يمكن كان فيها بعض الأخطاء الدفاعية مباراة الهلال النادي الأهلي عدى فيها بشكل جيد وأنا كنت شايف في النادي الأهلي في مباراة الهلال كان منظم دفاعيا كان الخطوط شوية قريبة من بعض يمكن كانت المشكلة الأكبر في الناحة الهجومية النادي الأهلي وصل أكتر من مرة في شوط تاني أنا كنت مستغرب من الطريقة ومن الشكل اللي كان المهاجمين بيتعاملوا به مع الفرص فضلوا مخلين المباراة متعلقة لنهاية المباراة مع أن جات للفرص في شوط تاني أنا ممكن أسجل التاني والتالت والرابع يعني كان المباراة مفتوحة في شكل كبير جداً كل ما تجيلي فرصة أن أزود الأهداف أقدر أزود لكن من ناحية الدفاعية أنا وجد نظر مباراة الهلال النادي الأهلي عمل مباراة تكتيكياً مسك نص الملعب بشكل جاي جداً كان مقفل بشكل جاي جداً مباراة الهلال ما كانش فيه أي خطور على النادي الأهلي ناحية الهجومية النادي الأهلي وصل كتير جداً لكن في الأخير سجل هدف واحد فمطالب أن كل ما باوصل كل ما أزود من نسبة الأهداف